وأحسن صحة دي ما بتحصلش غير والفيتامينز مكتملة في جسم الإنسان فإلى أي درجة نقص الفيتامينز ممكن ينتج عنه مشاكل لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا ستات رجالة شباب جميع الأعمار يفهموا قد إيه الفيتامينات والمعادة المهمة لجسم الإنسان والبقاء على صحة الخلايا وصحة منعتنا وحاجات كتيرة جدا طبعا الفيتامينات هي مركبات الجسم لا ينتجها معادة يمكن فيتامين دا لو قعدنا في الشمس الجسم ينتجها لكن معظم الفيتامينات والمعادن الجسم ببينتجهاش فلازم لما فرر أن احنا ناكل الأكل الصحي ونكمل الأكل الصحي بالمكملات الغذائية لأن الجسم محتاج كل الفيتامينات يوميا والأكل الصحي مش هيمدنا بها كلها فلازم نلجأ للمكملات طبعا لأن الجسم يوميا محتاج فيتامين سي يوميا محتاج فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه يوميا محتاج الزنك، محتاج الكالسيوم، محتاج حاجات كتيرة جدا جدا أعراض نقص الفيتامينات حاجات كتيرة قوي لو ما بتكلمش على يعني ممكن الناس اللي هتتفرج علي عندها الأعراض دي بس لا تعاني من أمراض زي مثلا الكسل، الكسل، عدم النشاط بيجي لي نزلات برد كتير في أوقات قصيرة المفروض اللي منعته كويسة راجل أو ست البرد ما يجيش غير مرة مرتين في السنة بتلاقي الناس لأ بيطلعوا من دور برد يخشوا في دور برد ووقت التعافي بياخد وقت أطول كل ده ممكن تبقى بإشارات لأن عندنا مشكلة في البيتامي طبعا تنميل الأطراف، الإيد والرجل واخذ التحيسي كده شكشكة في الأطراف الكرامبات المختلفة بالضبط طبعا عندك كمان المود سوينجز ساعات بيحصل ألأ، ملل، اكتئاب ونحن مش عارفين من إيه يعني شوية نبقى كويسين وشوية يحصل في المود بتاعنا تقلبات مزاجية هي بالعربي تقلبات المزاجية لو هتكلم على الشكل الستات اللي بيتفرجوا علي كمان الشعر المقصف الشعر اللي مش هالثي محتاجين بيوتين وزينك ونحاس للشعر بيوتين من أحد مشتقات فيتامين بي الوش الأصفر، ستات ورجالة، وشوم أصفر مفيش نظارة تشققات حوالين البق تورم في اللسان أحيانا أحمرار وتورم في اللسان لما نيجي نخسل سننة بتلاقي شوية نزيف في اللاثة في اللاثة، فده أنا أصف فيتامين سي كل الحاجات دي تباين وكما زي ما أنا قلت كمان العدوات اللي على طول العدوى بالضبط معدل الإصابة بأضوار معدل الإصابة كتير فعندي حاجات كتيرة جداً بتديني ساين مهم جداً جداً أن إحنا نحتفظ بالفيتامينات والمعادن في جسمنا يومياً ما ينفعش أن أنا أحس أن أنا ما باكلش أكل صحي أو ما باخدش مكملات غذائية وافضل كده بقى بالسنة والسنتين لأنه لو وقعوا هيحصل مشاكل كتيرة جداً